موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من برنامجكم طموح وترجع بالسلام الطموح ده هو شيء مهم جدا الطموح يعني الحلم طيب كل واحد فينا ليه حلم في حد بيحلم حلمه وبيفضل وراءه لحد لما يحققه وفي حد بيحلم وما بيعملش أي حاجة عشان يحقق حلمه مجرد أنه هو بيحلم زي مثلا يقولك أنا مليش عيش في البلد دي أنا هسافر بره أنا مش هشتغل الشغلانة دي علشان أسافر بره مصر طيب لما مش هتشتغل الشغلانة دي وهتسافر بره مصر عملت إيه عشان تسافر ولا أي حاجة بس هو لمجرد أن أنا مش نافع في دي أنا مش هشتغل الشغلانة دي علشان أنا بدور على شغلانة أحسن طيب انت جبت الشغلان الأحسن ولا ساعت عشان تدور على الشغلان الأحسن لا يبقى أنا كده بحلم وبس وفي بقى حاجة نوع من أنواع الحلم والطموح اللي هو إيه أنا عندي طموح إن أنا أعمل كذا وحروح وببتدي أنفذ ويطلع لي كده فجأة ألاقي حد حطم لي طموحي حطم لي طموحي إزاي يعني إيه حد يحطم لي أنا طموحي لطموحي أنا المفروض أنا اللي أسعى وراه المفروض إن أنا أفضل لحد لما حققه حققته حقق غيره وصلت الليفل أوصل للليفل اللي بعده وهكذا هو دوت المفهوم بتاع الطموح إن أنا أفضل وراه لحد لما أعمله أحط خطة أنا عايز أعمل كذا وأفضل وراه لحد لما أعمله مين بقى اللي ممكن يحطم لي الطموح دوت اللي ممكن يحطم لي الطموح دوت اللي أنا هعمل خطتي وهأوصل لحد عنده وهو هيديني الأمل إن أنا خلاص قربت من حلمي قربت أنفس طموحي قربت أوصل للي أنا عايزه ويرحب هددلي كل حاجة والأمثلة عندنا كتير أو نبتدي مثلا بأول مثل لنا الفن إحنا مصر بلد ولادة للفنانين عندنا الفن مفيش بعد كده في كل المجالات نتكلم عن أول مجال أو أكتر مجال هو هنا موجود عندنا التمثيل الممثلين في مصر كتير جدا الموهوبين كتير جدا المشاهير إحنا عارفينهم وهم كتير برضو أي نعم مش كتير قوي بس كتير على الأقل على مستوى الوطن العربي إحنا عندنا أكتر ممثلين طيب الممثل الموهوب علشان يوصل يبقى زي الممثلين دول بيعمل إيه فيه طرق كتير قوي الممثل بيقدر يعمل طيب إيه دخل دوت بالطموح؟ الطموح دوت دلوقتي أنا دلوقتي لو حد ممثل وعايز أوصل إن أنا أمثل فهروح أدور إزاي أبتدي أول خطوة ليا في التمثيل طبعا كلنا بنسمع وكلنا شايفين سواء اللي كانوا في مجال التمثيل أو اللي برا المجال عارفين إن فيه حاجة اسمها ورش التمثيل الورش ديت بتعمل إيه وبتقدم إيه وتوصلها إزاي موجود على النت لو عملت تسيرش على النت هيتطلع لك بدل الورشة ألف ورش التمثيل طيب هو أنا علشان قاطر أمثل يبقى لازم أتعلم التمثيل ده بالنسبة للناس اللي هم اللي مش أكاديميين يعني اللي لا دخلوا معهد مصرح ولا أكاديمية فنون ولا معهد سينما ولا حتى أدب مصرح اللي مش أكاديميين دولة اللي هم بيقع عندهم موهبة وعايزين ينموا الموهبة ديت بيدوروا على أي حد ينملهم موهبته طيب لما هو بيروح لحد علشان خاطر ينملوا موهبته طيب نشوف بيوصل إزاي لورشة التمثيل من عن طريق إعلام من عن طريق حد معرفة من عن طريق ممثل قبل كده عد نفس المرحلة ديت من عن طريق مثلا شاف نجمي في لقاء على الفضائيات أو في فيديو لي على اليوتيوب أو على الصفحة بتاعته قال أنا ابتديت بورشة التمثيل مع الأستاذ فلان فأنا كممثل مبتدئ وعندي موهبة عايز أوصل إزاي النجم دوت فهم إيه ده هو ابتدى بورشة التمثيل طيب يبقى خلاص أنا هبتدي بورشة التمثيل عندنا من أكبر موثلين مشاهير جتير جدا مبتدين من ورشة التمثيل وبعد كده درسوا معهد طيب إيه اللي بيحصل في ورشة التمثيل إزاي أروح أقدم في ورشة التمثيل وإزاي أنا أعمل ورشة التمثيل كل الحاجات ديت موجودة كتير جدا طيب نشوف جزء صغير إزاي ورشة التمثيل ديت شغالة وإزاي الممثلين سواء موهوبين أو مش موهوبين بيروحوا يقدموا في ورشة التمثيل ديت وورشة التمثيل ديت بتعمل لهم إيه وبتقدم لهم إيه ويطرى هتحقق لهم حلمهم اللي هو الطموح بتاعهم يعني هيبقى الواحد حقق طموحه ولا الحكاية مجرد طموح وترجع بالسلام هنشوف مع بعض جزء صغير كده من الواقع الحقيقي اللي بيحصل ما بين الممثلين والممثلات الموهوبين واللي مش موهوبين اللي بيروحوا يقدموا في ورشة التمثيل وإيه اللي بيحصل له تعالوا معايا نشوف الفيديو دوت واني رجعتين فيني يا عمي أنا مش قلتلك إن الدكتور لغة بروفا مهمة جدا عشان يقابلك وإنت كمان اللي هتدفع تمن المصر ماشي تمام وقدي الفلوس اللي حضرتك طلبتها ميني أيوة كده مساء الخير يا هاني يا ده مين ده بتاسمك إيه يا ابني أنا أنا اسمي بولا الأستاذ هاني كلمني عنك يا أستاذ أستاذ إيه الدكتور تبطينا في دهيا ولا إيه تمثلت قبل كده يا ابني لأ بس عندي مشهد يعني حضر يا رول ايه تمام ما تقاش عندي جيب بيجة النهار ده يعني سلطات وتحديد طيب تفضل يبني هلأ جايب العجاكة جايب الملوكالة يعني تفضل ايه وانت قاعد هتعمل ايه خلاص تمام أنا كنت قاعد بس عشان بقى لا متوقفش وانت قاعد تمام أنا هاجي في دخلة برضو أنا جاي في دخلة وعيشد على أبو يا محمد يانيم مرافو فناني أستاذ هاي مرافو ايه يا هاني انت بتفهم حاجة هاني انت ابني محتاج شغلي كتير ومحتاج ورشة ابني سكنك في اي عمل من اخراجي فاهم ما انا مش فاهم اماله تمام ماشي يا دكتور تمام ماشي بص بقى احنا زي ما اتفقنا على تليفون اتكتل انت الله شكرا يا دكتور خدت منه كم ده يا هاني تفضل يا دكتور ايه هاني دلو مش مش قليل على انا ايه هاني طموحاتي واحلامي وخبرتي وعلمي معلش يا دكتور انت عارف غلبان وبعدين انت كده كده قلت له ورش ومش ورش فكده كده هيبقى في كلس ثاني بره طب فيه موصلين تانين هاني اه ده فيه اتنين كويسين جدا قلت ما نشوف اه كويسين جدا فعلا شوفتلك اهلا سهلا سهلا خير سهلا نور سهلا دكتور على فكرة انا اسمعت عنك كتير جدا بس انا ما اسمعتش عنك خلص ازايك يا دكتور عامل ايه ازايك حضرتك بقى دكتور في الاخراب ولا في التمسيط انا دكتور في الهوم اه الدكتور اخرج حوالي 80 مصرحية في مصرح كتير جدا تقريبا في كل مصرح مصر حلو جدا تمام اسمك ايه؟ اسمي شايماء ايه ده؟ انت بقى اللي بندعو عليك وبيدور عليك شايماء جميل جميل اه مثلت قبل كده يا شايماء اه انا مثلته في مصرحية اه اه مش مهم مش مهم اهم حاجة تنسى اللي انت تعلمتيه وتركزي معايا انا هعلمك التمسيل الاكاديمي اللي هيوصلك لعالمية والنجومية وده طبعا كله من غير فلوس منتج ذاتي منتج ذاتي؟ يعني ايه انتج ذاتي؟ يعني الاستاذ هينتج بذاته؟ احنا دلوقتي لما هنقجر مسرح وهنشتغل عليه بروفات انا بقى محتاجين فلوس مش ماقول له ايه ان الدكتور هو اللي هيدفع احنا هندفع النص وهو النص ايه طبعا يا جماعة هنا بنهب التمسيل ولازم نضحي عشان خاطر هدفنا طبعا 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 لازم يعني وخلينا فاكرين ان الدكتور ملك الطموح هايل يا دكتور يعني كده مش هتاخد فلوس وحاجات وكده؟ وفلوس وماديات وكده؟ لا طبعا يا ابني ده بيتحكوا عليكم تمجنون الله انا اخد فلوس؟ طبعا ايه ايه هاني فاهمه هاني معليش يا دكتور معليش عندنا؟ يعني هيبقى فلوس كم كده؟ يعني حوالي اربعين خمسين جنيه بس؟ ايه ده بس؟ يعني هنمسك وارشة وتدريبات كل ده اربعين خمسين بس؟ لا ده تمن البروفة بس وطبعا القهوة بس المواهوبين العسل اللي زيك انا مش اخد منهم فلوس لا ممكن اتفعلهم كمان على فكرة انا مؤمن بيكي جدا انت عندك واتس؟ هاي يا كريمة عملت ايه؟ قدمت في الورشة؟ ما انت عارفة؟ بقالي اسبوعين رايح جاي رايح جاي مش عارفة من استمارة عند الاستاذ حامد جمال بتاع مركز الاختراح ما انت عارفة؟ طب وبعدين مفيش اي طريقة؟ ده انا حتى سمعت ان هو عامل بورشة برا بالتلاتين الف جنيه وبين وبينك انا اشكور طب بقولك ايه؟ جربت ورشة الدكتور حشمة الفضل على فكرة انت بيجي بالي حاجات غالية ما هو برضو بعشين الف وقال ايه؟ عايزين ياخدوا المتميزين كونكو سنسلات رمضان هيعمل زي ما عمل مع احمد السنة اللي فاتت لما كتب له اخر خمس حلقات في المسلسل اسمه ايه ده؟ اللي كسر الدنيا وفي الاخر والا كتب اسمه في التيتر واداله خمسونية جنيه ده كويس اللي هو ده فعله اصلا بطالوا بقى ايه ده؟ هو انت جيت امتى؟ لسه جاي حالا بطالوا بقى تجروا ورا الاوهام لو عايزين تحققه واطموحكو صح مفيش غير الدكتور مصطفى دكتور مصطفى؟ انا اول مرة اسمع عنه ايه ده؟ هو فيه دكتور اصلا في الاخراج اه طبعا انت هو عمركم اسمعته عن الاستاذ الدكتور مصطفى ملك الطموح ملك الطموح؟ اه؟ ده شكله هيبقى مننا الوحيد يعني هيبقى فنانة وموهوبة ومش عارفة يمثل لحد الوقت ده ايه ده؟ بعد ما شفنا اه الممثل وممثلة الموهوبين اللي عايزين يقدموا في الورش اه وراحوا لمخرج من المخرجين اللي هو المفروض ان هو هيديهم ورشة علشان خاطر يتشغلهم معاه في عمل من الاعمال وشفنا الممثل التاني اللي راح له برضو وعمل معاه ايه؟ احنا طيب علشان نطلع من النقطة ديت او علشان نحدد مين فيهم صح ومين فيهم غلط ولو عايز يعمل كده يروح فين حنستضيف قامة فنية كبيرة الاستاذ المخرج القدير عسام الدين صلاح ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة